السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدى عبدالرازي استشاري أمراض موادية وجلسة هضمة وكبد أتشارب بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز وعن طرق العدوى بعض الشباب يتعرض لمناسبات معينة بيحصل فيها حفلة أو جلسة خاصة في المساج فهذا يؤدي إلى علاقة جنسية وده ممكن يخلي الشاب مرعوب وخايف ليكون جاله ميكروب الإيدز طبعاً نحن نطمن الشباب ونقوله ابتعد عن هذه الممارسات الخاطئة اللي ممكن تسبب لك أمراض جنسية خطيرة طبعاً الشاب يندم على اللي هو عمله وبالتالي هو خايف هل فعلاً أصيب بمرض الإيدز ولا لا النهاردة في هذه الحلقة هنوضح إيه هي العلاقات الجنسية اللي ممكن تصيب الشخص بالإيدز والعلاقات الجنسية اللي هو ما تسببش إيدز أولاً المساج المساج سواء بالملابس أو بدون ملابس اللي هو الاحتكاك الخارجي للجسم كل هذه الاحتكاكات لا تسبب مرض الإيدز وبالتالي أي حاجة تحصل خارجياً لا تسبب مرض الإيدز طيب بالنسبة للجنس الفموي كذلك الجنس الفموي الجنس الفموي سواء كان من فم الفم أو من فم للأعضاء الجنسية للطرف الثاني أو لفتحة الشرك كل هذه الممارسات لا تنقل مرض الإيدز ونظرياً أو نادراً لما يكون فيه مثلاً جرح أو فيه قرحة أو دم نادراً ما يحصل انتقال لمرض الإيدز ولكن هذه الحالات تعتبر نادرة جداً 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 وبالتالي فنقول أن الجنس الفموي بوجه عام لا ينقل الإيدز لا تخافش هذا ما ينقلش الإيدز حتى القبلة الفرنسية أيوة حتى الفم المفتوح مع فم المفتوح فترة طويلة أيوة هذه الممارسات لا تنقل الإيدز طيب القبلة الاجتماعية القبلة الاجتماعية اللي يلبسها العادية ده هي سواء من الشفايف أو من الخد أو كده هذه القبلة الاجتماعية لا تنقل الإيدز اتطمن ما فيش أي مشاكل خالص طيب الأحضان الأحضان لا تنقل الإيدز بالنسبة لأخطر حالة ممكن تصيب الشخص بالإيدز الجنس الشرجي الجنس الشرجي وخصوصا عند المستقبل المستقبل هو اللي ممكن خطورته أعلى أنه يصاب بالإيدز فالجنس الشرجي أكتر ممارسة جنسية ممكن تؤدي إلى الإيدز نتيجة أن المستقيم بيبقى الغشاء المخاطي بتاعه رقيق وبالتالي سهل اختراقه وسهل الإصابة بمرض الإيدز منه طبعاً أنت لو مارست الجنس مع سيدة وطبعاً مقابل فلوس وكانت مثلاً من سيدات الليل طبعاً دي علاقة خطر ودي طبعاً ممكن يكون عندها إيدز فلازم تبقى عندك الوعي الكافي ولازم في هذه الحالات تستعمل واقع زكري العلاقات الجنسية في مثل هذه الظروف لازم واقع زكري ونحن نحذر كل الشباب إذا كانوا ولابد من ممارسة الجنس لازم تستعمل الواقع الزكري خوفاً من أنك أنت تصاب بمرض الإيدز طبعاً الشباب طبعاً المفروض يبتعدوا عن هذه الممارسات الخاطئة لكن لو حصل يبقى لازم تستخدم الواقع الزكري وقاية لك طيب في بعض الشباب بيسأل طيب لو لمست الإفرازات الإنسوية بأصابعي هل ده ممكن ينقل الإيدز؟ لا ملامسة الإفرازات الأنسوية لا تنقل الإيدز طيب بالنسبة للإيدز بواجه عام هل ممكن ينتقل من ممارسة واحدة فقط؟ نعم ممكن ينتقل الإيدز من ممارسة واحدة فقط ولكن عادة قثرة الممارسات الجنسية وخصوصاً مع الشركاء المتعددين أيضاً العنف في العلاقة الجنسية ده ممكن يزود من احتمالية الإصابة الجنسية بمرض الإيدز طبعاً أحب أنوه أن في العلاقات العادية الاجتماعية مثل الدراسة، مثل الحمامات السباحة، الرياضة، نوادي التجميل، الحمامات العامة، الكحة الأكل والشرب، كل هذه الممارسات لا تنقل الإيدز أحب أن أطمنك أن هذه الممارسات لا تنقل الإيدز حسناً، بالنسبة لتحليل الإيدز تحليل الإيدز، إما نعتمد على PCR، وده يجب أن نفعل النوعين وده سلبي قطعياً بعد 9 تيام وأيضاً بالنسبة للأجسام المضادة، الأجسام المضادة نعتمد على الجيل الثالث ده سلبي قطعياً بعد 10 أسابيع أو الجيل الرابع، وده سلبي قطعياً بعد 6 أسابيع والجيل الرابع ده اللي هو القومبو اللي هو فيه الأجسام المضادة بتاعت النوع الأول والنوع الثاني من الـ HIV وأيضاً فيه الـ B24 ده اسمه القومبو لكن بيعادل هذا الفحص باختبار الإيليزة الإيليزة أيضاً يعتبر جيل رابع وأيضاً الفيداس يعتبر جيل رابع والسيميا يعتبر جيل رابع والإيكليا يعتبر جيل رابع وبالتالي بعد 6 أسابيع لو طلعت سلبي أنت قطعياً ما عندكش HIV وبالتالي لو عندك غدد لنفوية أو قرح بالفم أو التهابات في البول أو إفرازات بولية يبقى لازم تكشف ونعرف سبب العدوى الجنسية دي إيه؟ لكن طالما تحاليلك سلبية أنت سلبي تماماً من الإيديز اتطمن الأجسام المضادة الإيديز بتقعد مدى الحياة وبالتالي أنت أساساً ما تفتكر أن أنت بعد سنة أو 2 أو 5 ستختفي هذه الأجسام المضادة لا، ستفضل موجودة طول العمر حتى لو تعالجت من الإيديز وثبت أنك عندك إيديز وأيضاً الأجسام المضادة ستفضل موجودة طيب، في بعض الناس بتتكلم عن المتطور بتاع الـ HIV اللي هو الخطير اللي هو VB ده أساساً فعلاً من المتطورات الخطيرة ولكن بيتم أيضاً اكتشافه بالتحاليل العادية بتاعة الـ HIV وبالتالي اتطمن الاختبارات بتاعة الـ HIV بتجيب وتظهر هذا المتحور فما تقلقش، لو أنت طلعت سلبي، فأنت سلبي قطعياً من كل المتحورات بتاعة الـ HIV أنا حساب رقم الواتس بتاعي لو في أي استفسارات أو تقارير طبية 0221027284778 أشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته